نكمل الحرة ليلة من الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بسحب 50 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي بهدف خفض أسعار الوقود البيت الأبيض قال إن سحب النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية سيتم بالتنسيق مع بريطانيا واليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية أفاد بأن الإفراج عن الاحتياطي الاستراتيجي سيبدأ منتصف حتى أواخر ديسمبر المقبل مشيرا إلى أن واشنطن على استعداد لخطوات إضافية لإعادة الاستقرار إلى الأسواق الأسئلة هنا عن الديلالات لانتخاذ واشنطن لهذه الخطوة وهل تلجأ الدول الصناعية الكبرى لاستخدام احتياطيها الاستراتيجي من النفط في مواجهة الارتفاع الحاد في أسعاره نجيب عن الكثير من الأسئلة بعد التقرير بعد ارتفاع أسعار الوقود عالميا واضطراب الأسواق الولايات المتحدة تبدأ فعليا إجراءات تهدف إلى إعادة ضبط السوق وعودته إلى مساره الطبيعية الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر باستخدام 50 مليون برميل من مخزون الولايات المتحدة النفطية الاستراتيجية في خطوات منصقة مع دول من بينها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة الخطوة الأمريكية ترمي إلى تكوين جبهة قوية لخفض أسعار النفط بعد قرار أوبيك تثبيت الانتاج وعدم الانصياع لمطالب واشنطن وحلفائها ومن المقرر أن تجتمع دول أوبيك بلاس الأسبوع المقبل لمناقشة خطة زيادة الانتاج بـ 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر المقبل وعلى إثر القرار وحتى قبل صدورها تراجعت أسعار النفط ولكن ليس بالقدر الذي تريده الإدارة الأمريكية ولجأت الولايات المتحدة إلى تكوين احتياطين استراتيجي من النفط في سبعينيات القرن الماضي بعد حظر النفط العربية من أجل ضمان حصولها على إمدادات كافية لمواجهة حالات الطوارئ وكانت الإدارات الأمريكية المتعاكبة استغلت الاحتياطي النفطي مرات عدة ففي عام 2011 أطلق الرئيس الأسبق باراك أوباما 30 مليون برميل كجزء من جهد مشترك مع دول أخرى لمواجهة اضطرابات الإمدادات من ليبيا وفي العام 2005 أطلق الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دابليو بوش 11 مليون برميل في عقاب إعصار كاترينا وفي عام 1991 في عهد الرئيس جورج بوش الأب تم الإفراج عن 17 مليون برميل خلال حرب الخليج الأولى وفي عام 2017 أذنت وزارة الطاقة بالإفراج عن 5 مليون برميل لمصاف تكرير ساحل الخليج عندما تسبب إعصار هارفي في إحداث ضمار بالمنطقة ماذا يجري؟ لماذا هذا القرار من الإدارة الأمريكية؟ يجيب شيرمن روبنسون الزميل الأول غير المقيم في معحد بيترسون للاقتصاد الدولي ومن ولاية مين حسين العسكري الخبير الاقتصادي أهلا بكما شكرا لتلبية الدعوة أستاذ شيرمن عادة هذه القرارات كانت مرتبطة بأحداث سياسية قد تكون كوارث معينة حتى في مناطق من العالم ما الذي تغير؟ ما الذي دفع بايدن الآن في هذا التوقيت لأن يتخذ هذا القرار؟ من الواضح أنه يرد على ارتفاع الأسعار وهذه مشكلة سياسية نحن في فترة انتقالية الآن وسنرى نقطة تحول في السيارات الكهربائية وكهربة وسائل النقل العام ومن الواضح أن النقل الشاحنات والحافلات حوالي 30% من الانبعاث الأمريكي هذا سيتغير ونحن ننتقل إلى السيارات الكهربائية أيضا هناك نقطة تحول مشابهة للطاقة المتجددة القادمة وقدرتنا على التنافس وهناك أيضا عودة للطاقة النووية إذن من منظور أوبيك هذه حسابات مفاجئة تراها أن التوجهات هي ضد أوبيك وعلى المدى القصير يريدون أن يحققوا أرباحا لأن الطلب يزداد سأسأل عن هذه النقطة إن كانت هذه في إطار حرب نفطية ولكن استمعت أستاذ حسين إلى ما قاله أستاذ شيرمن وهذا رد على الأسعار بحسب ما يقول أستاذ شيرمن إذن لماذا برينت ارتفع إذا ما تبعت الأسواق وصححني أرجوك الأسواق لم تتفاعل بشكل متوقع إيجابي مع قرار الرئيس الأمريكي أستاذ حسين لماذا أعتقد عندما تنظر على الصورة العامة هذا المقدار الذي أفرج عنه هو مقدار بسيط على المدى الطويل وهو ليس مصمما لتقليل الأسعار وإنما مصمم في حالة حدوث انقطاع واقعيا هناك خياران متاحان أعرف عنهما للسيد بايدن إذا أراد أن يكون هناك تأثير هام على المدى القصير وبالطبع المدى القصير أنا أقصد أنه حتى لو أفرجت عن النفط فإنه لن ينعكس عند محطات البنزين وهذه مشكلة هامة هناك طريقتان أعرف عنهما من خلالهما يمكن لسيد بايدن أن يفعل شيئا على المدى القصير وأنا لا أعتقد أنه شخصيا كان صلبا مع السعودية ومع الإمارات ومع الكويت من فضلك تذكر السعودية تعتمد كلية على الدعم السياسي والعسكري الأمريكي كان هناك انفصام في عقاب مقتل خشقجي وهناك أبعاد أخرى ولكن لا يزال هناك الكثير من النفوذ الذي يمكن لأمريكا ممارسته على السعودية الشيء الثاني الذي يمكن عمله هو أن الولايات المتحدة في حالة رقص مع إيران كي تعيد إيران إلى الاتفاق النووي والاتفاق النووي وإيران تريد رفع للعقوبات وهذه فرصة كبيرة أمام السيد بايدن لرفع العقوبات عن إيران لأن عليه أن يفعل شيئا في نفس الوقت يمكن لإيران أن تفعل وفورا شيئا يتعلق بتصدير المزيد من النفط وهذا سيكون له تأثير على السوق العالمي ويرسل إشارة هو لكن الذي سيدفع إيران للوقوف في تحالف إلى جانب الولايات المتحدة للتغيير لربما أو التأثير على أسواق النفط ما رأيك أستاذ شيرمن وأيضا أرجو أن تضيف لربما في معرض إجابتك أليس من الغريب أن يكون هناك تحالف أو تنسيق أمريكي صيني مضاد لأوبك في هذا التوقيت الآن الصين كوريا الجنوبية الهند هذه الدول ليست منتجة للنفط هذه الدول تستورد النفط الآن أليس هذا غريبا هل هناك نوع تسوية معينة الآن برأيك أستاذ شيرمن أم لا مع الصين طبعا أساسا هذا سؤال جيد أنا أتفق كلية مع ما قاله الضيف احتياطات النفط هي صغيرة جدا وهي غير مصممة للاستعمال من أجل تخفيض الأسعار لقد وضع إصبعه على الوتر الحساس يجب أن نقارب منتجي النفط الذين لا يزيدون الإنتاج حاليا مهم بالنسبة لبايدن أن يعد مجموعة من مستهلكي النفط وأعتقد أن الهدف هو الضغط على المنتجين وهذا يساعد على تحقيق ذلك لأن هذه الدول دول مهمة جيو سياسيا طيب أود أن أذكر بأننا ننتظر رئيس الأمريكي الذي سيلقي كل ما حول الاقتصاد الأمريكي لربما سيتطرق إلى أيضا ندفع معدلات التضخم للجهود الإدارية من إدارة بايدن اليوم لمواجهته ولربما سيتطرق إلى هذا الموضوع أكيد الصعفيين إن كان هناك مؤتمر صعفي لن يغفلوا السؤال عن هذه النقطة ولكن لم تجبني أستاذ شيرمان اليوم هل هناك تسوية مع الصين نذكر بأن كان هناك اتصال ما بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني كان هناك نوع من التنسيق هل تعتقد بأن هذه الخطوة تم تنسيقها في الاتصال الأخير ما بين الرئيسين الآن أم لا وعلى حساب ماذا مقابل ماذا نحن لا نعرف بكل بساطة كانت مكالمة مطولة ونحن الاقتصاديين نعرف أنه لم يكن هناك نقاش طويل للقضايا الاقتصادية ربما كانت المسألة إعادة انخراط مع الصين بعد انسحاب إدارة ترامب لم يكن هناك حديث عن تخفيض التعرفة الجمركية على المنتجات الصينية هذا خارج تخصصي لمعرفة ماذا كانوا يناقشون سنسأل أستاذ حسين عن ذلك ولكن في النقطة الأخيرة الأود أن أسألك عنها ما أشر إليه أستاذ حسين بقوله بأنها فرصة مناسبة الآن للولايات المتحدة لرفع العقوبات عن إيران هل هذا دقيق الآن وكيف يمكن لإيران إن رفعت الولايات المتحدة الآن العقوبات عنها أن تعدل الموازين وتكون في صف الولايات المتحدة بأي قرار تأخذه فيما يتعلق بتصدير النفط السؤال هو إعادة فتح قنوات الاتصال مع إيران إدارة بايدن قالت إنها تريد إعادة الاتفاق مع إيران وهي تسعى لتحقيق ذلك والقواعد على الأرض تغيرت ولكن هي تحاول والموضوع موضوع صعب والجزء الخاص بإمدادات النفط سيكون تسرب جيد وسيكون جيدا لإيران والولايات المتحدة نسأل سيد حسين كونه متخصص هل يمكن برأيك اليوم من موقف الصين وقوفها إلى جانب الولايات المتحدة في هذا الملف الآن أن نقرأ ما جرى في الاتصال ربما ما بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني هل كان هناك تنسيقا مرتبطا بهذا القرار أم لا أنا أتفق مع السيد شيرمن ربما أنا سأكون أكثر تشددا في حديثي أكثر منه لا يوجد شيء يمكن عمله وأنا أرى الصين تفهم توازن الطاقة العالمي يمكن أن نطلب من الصين ألا تستورد المزيد من النفط وهذا يعني حرق المزيد من الفحم وهذا ليس جيد بالنسبة للولايات المتحدة السيد شيرمن أشار قبل الثورة الإيرانية إذا عدنا إلى الوراء إيران كانت تصدر تقريبا مثل السعودية حوالي 6 ملايين برميل في النفط في اليوم وهذا يمكن أن يفتح المجال السيد بايدن يواجه صعوبات في العودة إلى الاتفاق النووي هذا يعود إلى أن إيران لا تحظى بالشعبية في أمريكا ولا يريد أن يقدم تنازلات ولكن هذا يعطيه فرصة للخروج من المأزق لأن إيران ستتمكن من تصدير نفطها وهذا سيساعد وكما قال السيد شيرمن هذه إيماءة جيدة وستحقق الكثير إذا فهمنا ما تمر به إيران وما يمر به سوق النفط إنها رصاصة سحرية طيب قل لي أستاذ حسين أسألت السؤال هذا لأستاذ شيرمن وأسأله لحضرتك أيضا أليس من الغريب أن نرى تحالف أن الولايات المتحدة تقف في تحالف المستهلكين وليس تحالف المنتجين هل هذا التحالف أل هذا الاستفاف والذي يبدو أنه سابقا كافا لمواجهة قرارات أوبيك التي ترفض قرار الرئيس بايدن لا أعتقد أنك سترى أوبيك تواجه أشياء غريبة لو نظرت إلى السنوات الأخيرة الولايات المتحدة وإيران كانت حليفتان في حربهما ضد داعش إيران وأمريكا كانت حليفتين عند غزو أفغانستان أشياء كثيرة تحدث وراء الستار شخص مثلي لا ينخرط فيها ولكن في نهاية المطاف لا أعتقد أن التحالف مع الصين سيساعد أنا أؤمن وأنا أكره أن أكرر نفسي أمريكا لها نفوذ أكبر على السعودية أكثر مما يستعد السيد بايدن لعمله أنا أعرف هذا وأنا أسف أن أقول أنا الشخص الذي قام مع فريق أمريكي بعمليات التخطيط للطاقة في السعودية وأعرف كيف أن السعودية تعتمد فعليا وذهنيا على الدعم الأمريكي إذا أردنا شيئا يمكن أن نضغط بسهولة على السعودية والكويت وهي دولة أنقذناها من صدام حسين لو أمريكا لا تعتقد أن بإمكانها الضغط عليهم أنا أؤكد أن لدينا ضغط أقل أو قدرة أقل على الضغط على الصين الصين لن تساعدنا أبدا طيب هل ترى بالأفق صداما روسيا أمريكيا أستاذ روبنسون حول هذا الملف وهل تعتقد أن الدول الصناعية الكبرى اليوم ستقف إلى جنب الولايات المتحدة باستخدام احتياطيها أيضا للنفوذ السياسي اليوم في هذه المرحلة هل هو كاف أو القوة السياسية الأمريكية كافية اليوم لدفع الدول الصناعية الكبرى لأن تتبعها في قرارها ضد روسيا هذا موضوع أوروبي ونحن أيضا جزء من الناتو ولكن الأوروبيين قلقون جدا بشأن موضوع أوكرانيا وإذا غزت روسيا أوكرانيا فإن الهدف القادم سيكون دول البلطيق أوروبا تريد علاقات جيدة مع روسيا نتيجة للموارد النفطية والغاز وهم في المواجهة أعتقد أن بإمكاننا أن نلعب دورا مع الأوروبيين ولكنهم يلعبون دورا طليعيا أنا أتفق كلية مع التحليل الذي قدمه الضيف من ناحية قضايا الطاقة الصين هي أقل أهمية بكثير من الشرق الأوسط وهذا واضح جدا وأعتقد أن النقاش مع الصين هدفه إعادة قنوات الاتصال وليس عدم فهمي أو كي لا يكون هناك سوء فهم للحوافز لدى الطرفين يمكن أن تكون هناك أعمال عنف بسيطة وأنا أقلق منها أكثر من مسألة أسعار النفط شيرمن روبينسون زميل أول غير مقيم في محة بيترسون الاقتصاد الدولي شكرا جزيلا لك وحسين العسكري شكرا لك من ولاية مين الخبير الاقتصادي شكرا لكم